الشيخ خل وردت حديث سيام عشر للحجة سيام عشر للحجة من العمال الصالحة والأشف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن بصول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر يعني ما عدا يوم العيد وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبى رحمه الله وهو الصحيح أن صيامها سنة نعم